ثرومبوتك ثرومبوسيتوبينيك بوربورا TTP فرفرية نقص الصفائح التخثري الصفائح الدموية هي واحدة من أهم مكونات الدم وظيفتها الرئيسية هي تكوين جلطات الدم عند حدوث النزيف وأحدث هذا عن طريق التصاق الصفائح مع بعضها البعض إلى جانب المواد الأخرى في الدم لإغلاق الجرح ومنع المزيد من النزيف أحد المواد التي تساعد الصفائح الدموية على الالتصاق معا لتكوين جلطة هو بروتين يسمى عامل فونويل براند وهو المادة اللاصيقة التي تلتصق بها الصفائح الدموية من أجل تكوين جلطة عادة بمجرد إنتاج عامل فونويل براند في الجسم يتم تقطيعه إلى قطع أصغر بواسطة إنزيم يسمى ADAMTS-13 وذلك لأن جزيئات كبيرة من عامل فونويل براند تجذب الصفائح الدموية بمعدل مرتفع جداً مما يشكل جلطات دموية وتقل أعداد الصفائح الدموية المتداولة في الدم عندما لا يعمل إنزيم ADAMTS-13 بشكل جيد تحدث الإصابة بما يسمى بفرفرية نقص الصفائح وتتزايد عملية تخثر الدم وتتشكل جلطات صغيرة بشكل تلقائي في جميع أنحاء الجسم فرفرية نقص الصفائح التخثري هو الطراب النادر في نظام تخثر الدم يتسبب في تكوين جلطات مجهرية ممتدة في الأوعية الدموية الصغيرة في جميع أنحاء الجسم مما يؤدي إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية ويمكن أن تتسبب هذه الجلطات الدموية الصغيرة في إطلاف العديد من الأعضاء مثل الكلة والقلب والدماغ والجهاز العصبي ومع وجود عدد أقل من الصفائح الدموية في الدم يمكن أن تحدث مشاكل النزيف وبالتالي قد ينزف الأشخاص الذين لديهم فرفرية نقص الصفائح التخثري داخل أجسامهم أو تحت الجلد أو من سطح الجلد وقد يستمر هذا النزيف أيضاً لفترة أطول من المعتاد هناك نوعان من فرفرية نقص الصفائحات التخثرية نوع وراثي ونوع مكتسب النوع الوراثي يعني أن الحالة تنتقل من الآباء إلى الأبناء من خلال الجينات في هذا النوع يكون إنزيم ADAMTS-13 معيباً ولا يدفع الجسم إلى عمل إنزيم عادي ونتيجة لذلك فإن نشاط هذا الإنزيم يكون مفقوداً أو يتغير ويسمى هذا الشكل الوراثي لفرفرية نقص الصفائح التخثري بمتلازمة شولمان أما في النوع المكتسب فهو الأكثر شيوعاً عند الإصابة بهذا للطراب وفيه يكون إنزيم ADMATS-13 ليس معيباً وبدلاً من هذا يصنع الجسم الأجسام المبادة البروتينات التي تمنع نشاطه هناك عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذا للطراب ومن هذه العوامل بعض الأمراض والظروف مثل الحمل، السرطان، الذئبة، الالتهابات بعض الإجراءات الطبية مثل الجراحة وزرع الخلايا الجذعية للنخاع بعض الأدوية مثل العلاج الكيميائي والعلاج الهرموني والإستروجين العلامات والأعراض تشمل الأعراض التقليدية للمرض ست علامات طبية حمى تغييرات في الحالة العقلية قلة الصفايحات انخفاض وظائف الكلة فقر الدم الانحلالي الطفح الجلدي نتيجة للنزيف الداخلي